حدثنا محمد بن جعفر قال سئلا عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضئ فقال ثنى سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين أبي ساسان عن المهاجري بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر لها إلا على طهارة قال فكان الحسن من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر لها عز وجل حتى يتطهر شكرا